لا يزال الغموض يكتنف جوانب عديدة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر مع تلمح بعض المسؤولين إلى احتمال تأجيرها علاوة على جدل الحاد الدائر حول ترشح بعض الشخصيات للانتخابات الرئاسية ومن أبرزها نجل القذا في سيف الإسلام الذي عاد إلى الأضواء مجددا ليشعل أجواء المنافسة مرة أخرى لكن سرعان ما تم إطفاؤها عقب استبعاده من السباق الرئاسي من قبل مفوضية الانتخابات ما أثار العديد من تساؤلة حول الحجة القانونية التي ارتكز عليها هذا القرار وحول استبعاد سيف الإسلام ذكر محاميه خالد الزايد أنه قدم طعنا في أسباب استبعاده لكنه واجه مجموعة مسلحة طردت الهيئة القضائية من مجمع المحاكم بسبها ثم تأجيلا للطعن واعتذارا من الهيئة المكلفة بذلك وتكليف أخرى جديدة ثم عدم اكتمال الهيئة القضائية مع حد بسكان مدينة سبها للتظاهر في محيط المحكمة ضد هذه التدخلات والإجراءات التعصفية على حد تعبيره الزايد شدد على تمسكه بحق سيف الإسلام في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي دون إقصاء مطالبا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالتدخل لمنع التأثير على القضاة وفي هذا الصدد أكد المبعوث الأممي يانكوبيتش رفض البعثة الإقصاء والعزل السياسي لافتا إلى أن المصلحة الوطنية ومشاركة كل التيارات السياسية ضرورة والرأي للصندوق والشعب الليبي كما حذر من عقوبات حقيقية في انتظار المعرقلين وذلك خلال لقائه عضو الفريق السياسي وممثل المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي عمر بوشريدة وفي ذات الإطار أعرب المترشح الرئاسي رئيس تكتل أحياء الليبي عارفة نايضة عن احترامه لأحكام القضاء الليبي التي صدرت مؤخرا صونا لمبدأ احترام القضاء والقانون وللعملية الانتخابية التي تنظمها المفوضية باقتدار لافتا إلى قناعته الجازمة بما جاء في الطعن المقدم من قبله من نقاط سيما ما يتعلق بنكث العهود التي حرم الله نكثها كما نشد القضاء الليبي أن يقوم بإنصاف سيف الإسلام القذافي من خلال نظر الموضوعية في مسألة استئنافه أيضا رغم كل التشويش على محكمة سبهة في المقابل أوضح آمير منطقة سبهة العسكرية اللواء فوز المنصوري أن القوات المسلحة لم ولن تمنع أي أحد من القضاء من الحضور إلى المحكمة وأن وجودها كان فقط في إطار التأمين مشيرا إلى أن الانسحاب الجزئي للقوات المسلحة من محيط المحكمة جاء لإزاحة كافة الإفتراءات والشائعات التي كان القصد منها خلق الفتنة بين المواطنين وبين القوات المسلحة لا شك أن قرار استبعاد سيف الإسلام مازال مثارا للجدل وعرضة للتكهنات والتخمينات فهل سيعود إلى السباق الرئاسي مجددا أم سيبقى بعيدا كما أقرت مفوضية الانتخابات أيام قليلة وأحداث جديدة ربما ستكشف لنا القادمة في ملف الانتخابات التي شارفت على الوصول ولا مجال لتقويضها مجددا بغض النظر عن التجاذبات التي تسبقها